اشتركوا في القناة سمنارهم في كرن السائقين بهدف احترام قوانين المرور تقديم جوائز للطلاب المتفوقين في عدقية بوليفيا تغطع علاقاتها مع اسرائيل وكولومبيا والتشيلية تستدعيان سفيريهما لقاء مرتقب بين الرئيس الامريكي ونظيره الصيني لإجراء محادثات وماكرون يزور كازاخستان في أول محطة من جولته بآسيا الوسطى اهلا بكم الى تفاصيل نشرة تمت السيطرة على تفشل جراد الشجري في اربع دارات ضواحي في مدرية عدقية للاقليم الجنوبي بفضل الجهود والتنسيق الجيد بين مكاتب الزراعة والادارة والشعب وقال خبير حماية المحاصيل في مكتب الزراعة بالمديرية سيد تغلب رهان تولد مدهن لوكالة الأنباء الارترياء الرئيس قال ان الجراد قد يتحى 75 هكتار من القابات في مناطق اندقرغيس وفعياج قمتي ودعر كونعات وماي نيهينغ موضحا انه قتل بعمل ترش المبيدات التي تم الاستعداد لها مسبقا واضاف ان المعلومات السريعة التي قدمها السكان المحليون ساعدت في السيطرة على الآفة مضيفا انه لا يزال يتعين على المزارعين مراقبة محاصيلهم والمناطق المحيطة بهم عن كثب دعت الشرطة المرور في اقليم عنسبة في سمينار عقدته يوم الحادي والثلاثين من اكتوبر في مدينة كران السائقين دعتهم الى المساهمة في الحد من الحوادث المرورية من خلال احترام قوانين المرور ودعا قائل شرطة اقليم عنسبة العقيد لبسو تسامكا الى السائقين على توخي اليقظة والحذرة قائلا ان الادرار التي لحقت في الارواح والممتلكات بسبب الحوادث المرورية تؤثر سلبا على اقتصاد البلاد وقال ان الطرق غير الجيدة والطرق الضيقة قد تكون سببا في حوادث المرور غير ان تحل السائقين بالصبر والادراك والمحافظة على الشرعية وتعديم الاولوية له دور في الحد من حوادث الاهمال واوضح قائل شرطة المرور الرائد محارك دانم ان انتهاكات القانون يعاقب عليها حسب المستويات دعينا السائقين للتركيز اثناء القيادة تجنبا للحوادث المرورية الناتجة عن الاهمال والتعاون مع شرطة المرور وشرح وقوع 266 حادث مروري وقع في الاشهر التسعة الاولى من هذا العام وذلك بزيادة قدرها 5% مقارنة بعام 2022 مما ادى الى معتل ثمانية اشخاص وادرار في الممتلكات بقيمة 10 ملايين نافا وقال يجب رفع الوعي المروري للحد من الحوادث التي اصبحت مغلقة واطرح المشاركون الاهتمام بالطرق التي تحتاج الى اصلاح والقيام بانشتة تعوية لقوانين المرور ووضع حد للانشدة التجارية غير القانونية المفروشة في الشوارع والتعدي على الاعمال غير القانونية على الطرق ووجود محطات توقف معروفة للحافلات ووضع شهرات المرور كرم مكتب التعليم في مدارية عدقايح يوم السادس والعشرين من اكتوبر المنصرم الطلاب المتفوقين في المراعل التعليمي الثلاث في العام الدراسي الفين واثنين وعشرين الفين وثلاثة وعشرين بتعديم جائزة قحيت وأوضح مسؤول التعليم في المديري الأستاذ بيني تسفاي أن الحاصلين على الجوائز هم من خمسة وعشرين مدرسة وحصلوا على الدرجات العالية وقال إن الهدف الرئيسي لجائزة قحيته وخلق روح المنافسة الشريفة بين الطلاب موضحا بأن 24 من الطلاب الحاصلين على الجائزة حققوا نقاط من ثلاثة إلى الدرجات الأربعة الكاملة في امتحان الشهادة الوطنية الثانوية وأشهد مدير مديرتي عدريح السيدة هابتاي تسفايسكي بمساهمة عمال المؤسسات الحكومية وتجار مدينة عدريح لنجاح التشجيع المقدم لأول مرة للطلاب المتفوقين مؤكدا بأن إدارة المديرية ستتعاون لاستمرار الجائزة دعا إخصائي طب الأطفال في مستشفى الإقليم الجنوبي المرجعي الدكتور سامسون أبايل لترسيح ثقافة التبرع بالدم لمساهمتها الكبيرة في إنقاذ الأرواح وأوضح في اللقاءات التي أجرتها جمعية المتبرعين بالدم في الإقليم الجنوبي لإقامة فروع لها في مديرتي صنع فيه وإمن حيليو ولجدت مع التوعوي في مدينة عدريح موضحا فوائد أهمية التبرع بالدم وأشهد بالعمل النبيل للمتبرعين بالدم موضحا بأن الدم هو الشيء الوحيد الذي لا يمكن تصنيعه مع التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم وذكر رئيس جمعية المتبرعين بالدم في الإقليم الجنوبي السيد أبرهام يوحن نسا ذكر التبرع بـ 8591 كيس دم خلال السنوات العشر الماضية وأشار سيدة تولد في السهية وسيدة أديام تسفاي لدان تبرع بالدم 34 و17 مرة إلى أن التبرع بالدم له الكثير من الفوائد وحس كل مواطن على حزوه صلت تعمل جمعية المتبرعين بالدم تنشط في مديريات مندفر ودكام حريو عدغيح وعدخالة ودبرو نظمت الكمفدرالية الوطنية للعمال دورة تدريبية للعمال في مجالات المحاسبة والإدارة والقيادة وعلوم السكرتارية وتكنولوجية الكمبيوتر شارك في التدريب الذي استمر لمدة ثلاثة أشهر بالتعاون مع مؤسسة إسماب 184 موظفا من 40 مؤسسة وأوضح مسؤول التدريب وتنمية الموارد البشرية في الكمفدرالية الوطنية للعمال السيد ملغيتا في السهسيونة أوضح أن الكمفدرالية الوطنية للعمال تسهم حسب المستطاع لتأهيل العمال مهنيا وقال المدير العام لقسم العمل في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد والديسوس إليسا إن مستقبل العمل العالمي يأتي محولا بتحديات وفرصا كبيرة موضحا بأن تنظيم الدورات التدريبية المتواصلة للعمال هو الخيار الأوحد لتغيير التحديات للفائدة وأشهد مدير مؤسسة اسماب البروفيسور تسفاي حيلب أصحاب العمل في إرسالهم موظفيهم إدراكا لأهمية التدريب موضحا تقديم معرفة تساعد المتدربين في إنجاز الأعمال جيدا في مواقع العمل وأوضح نائب الأمين العام للكمفدرالية الوطنية للعمال السيد كبر أبكيداني أن التدريب هو استمرار للدورات التدريبية التي تقدمها الكمفدرالية الوطنية للعمال في مركز التدريب المهني للموظفين في مصوع وقال إنه يتم العمل لجعل عمال الأقالي مستفيدين من الدورات التدريبية بجعل مركز التدريب مدرسة داخلية مشاهدينا فاصل قصير من سما نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي أهلا بكم على الصعيد العالمي أعلنت دولة بوليفيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على قطع غزة منذ السابع من أكتوبر وبالتزامن مع ذلك استدعت كل من كولومبيا وشيل سفيريهما في تل أبيب للتشاور بسبب التصعيد المستمر في القطع المحاصرة وقد أعلن الرئيسة تشيلي غابريل أبوريك السعب سفير بلاده من إسرائيل بسبب عدوانها على غزة ومن جانبه أعلن الرئيس كولومبيا غوستافو بيترو استدعى سفير بلاده لدى إسرائيل للتشاور احتجاجا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وقال بيترو إذا لم توقف إسرائيل المذبحة بحق الشعب الفلسطيني فلن نتمكن من البقاء هناك وتواصل إسرائيل عدوانها على غزة حيث تعصف المساكن والمدارس والمستشفيات مما أدى إلى استشهاد أكثر من سمانة آلاف وخمسمائة فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال إلى جانب إصابة 12 ألفا وتدمير أحياء بكاملها وتشريد معظم السكان بعد أيام من زيارة أجرها وزير الخارج الصيني إلى واشنطن أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بير أن الرئيس الأمريكي جو بايدن من المتوقع أن يلتقي نظيره الصيني شي جيم بينغ الشهر المقبل في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكي وأوضحت المتحدثة أن اللقاء سيعقد على هامش قمة منتدى التعاون الأصادي لآسيا والمحيط الهادي آبك ولم يصدر التأكيد من الصين حول هذا اللقاء ويعود آخر لقاء لبايدن بنزيره الصيني إلى نوفمبر الماضي على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة باليب إندونسيا وجاء الإعلان عن لقاء الشهر المقبل بعد أيام قدرة على زيارة أجرها وزير الخارج الصيني إلى واشنطن التقى خلالها الرئيس بايدن ومسؤولين أمريكيين كبارا بينهم وزير الخارجي أنتوني بلينكن والعلاقات متوترة منذ سنوات بين أكبر قوتين اتصاديتين في العالم وسط صباقين على النفوذ بينهما في منطقة آسيا المحيط الهادي وسوها ومع تعزيز بكين تعاونها مع روسيا في محاولة لتقلص الهيمنة الأمريكية في المحطة الأولى من جولته في آسيا الوسطى وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى كازاخستان وفي اجتماع مع قاسم جومارتي توكايف رئيس كازاخستان أثنى ماكرون على أستان وقال إن البلدين يعتزمان توقيع صفقات مهمة وعبرت روسيا مرارا عن قلقها إيزاء النشاط الدبلوماسي المتزايد للقرب في دول سوفيتية سابقة في وسط آسيا وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروذا الأسبوع الماضي إن القرب يحاول إبعاد جيران وأصدقاء وحلفاء روسيا عنها ورفضت كازاخستان وكذلك أسباكستان التي سيتوجه إليها ماكرون بعد ذلك لعتراف بدم روسيا لأراضي أوكرانية وتعهدتا بالتزام بالعقوبات القربية على موسكو بينما وصفتا روسيا ودول غربية مثل فرنسا بشركاء الاستراتيجيين الخبر الأخير في هذه النشرة أطلق تصين بنجاح قمرا صناعيا جديدا لرسم خرائط الأرض من مركز تايوان لإطلاق الأقبار الصناعية في مقاطعة سانشي شمال الصين وانطلق القمر الصناعي الموجود فوق نسخة معدلة من الصاروخ الحامل ولقد دخل القمر الصناعي إلى مداره المحدد مسبقا وسيتم استخدامه لرسم الخرائط الجغرافية ومسح موارد الأراضي والتجارب العلمية ومهام أخرى وكان الإطلاق هو المهم رقم 494 التي تقوم بها سلسلة صواريخ لونغ مارش ختاما لنشرة هذا المساء مشاهدين الأكارم إليكم أبرز ما جاء فيها السيطرة على جراد الأشجار في مدارية عد خالم سيمينار فيكر للسائطين بهدف احترام قوانين المرور تعديم جوائز للطلاب التفوقين في عد غيه وليفيا تقطع علاقاتها مع اسرائيل وكولومبيا وشيليا تستدعيان سفيريهما لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني لإجراء محادثات وماكرون نزول كازاخستان في أول محطة من جولته بآسيا الوسطى سادتي سيداتها كذا نكون قد وصلنا وإياكم لأن حيات نشرة هذا المساء هذه تحيات وتحيات الفريق العامل والسلام عليكم ورحمة الله